زي ما قلت لحضراتكم عن تطورات هذه المشكلة منذ الأمس ده اللي أكد كل التحذيرات اللي أطلقناها على مدى أكتر من سنة ونص كل اللي شفناه حتى بما رأيناه بالأمس من بشاعة الحدث الاعتداء على الرهبان والقبض عليهم والاعتداء على الدير وعلى أرضه مزرعة مش مزرعة أنا هذا الكلام لن يضللني ولن يغير من موقفي أيضا هدم كنيسة القديس أبس خيرون القليني ونعرض أمام حضراتكم صور يدوبك وسليكلي منذ دقائق يمكن شفتوني مشغول وأنا بجهزها من على تليفوني دي صور الرهبان بعد ما تم القبض عليهم من داخل البوكس بتاع الشرطة المصرية دول الرهبان بعد ما تم القبض عليهم صور تعرض لأول مرة حصريا على برنامجنا ونعرضها للسادة المشاهدين وعلى الرأي العام القبطي سواء داخل مصر أو خارجه إيه رأي حضراتكم في هذا الوضع للرهبان وهم محبوسين ومرميين داخل بوكس ولواري الشرطة بهذا الشكل طبعا الأمن اللي دخل وضرب العديد منهم واسمعنا من الأستاذة شيرين كامل أن هناك يا ريت نحط الصور على جانب الشاشة طول الوقت الأستاذة شيرين كامل اللي دخلت وقالت لنا حقيقة مفزعة وواقع مؤلم أن هناك ستة رهبان في حالة خطر ما بين الحياة والموت ودول من ضمن مجموعة رهبان كبيرة تم القبض عليهم وتم الاعتداء عليهم وممارسة العنف ضدهم وكأن البلوة اللي حصلت انبارح لم تكن كافية للأمن عشان يقوم بعملته وكأن ما يحدث للرهبان وللدير وأرضه ولكنيسة القديس أبو سخيرون القليني لم يكن كافيا ليغضب الأقباط والرأي العام القبطي داخل مصر وخارجها حضراتكم دي صور الرهبان والتنكيل بهم وحبسهم داخل لواري الشرطة يعني زي ما حضراتكم سمعت العديد من الآراء وزي ما بنتابع على مواقع التواصل الاجتماعي وبنشوف آراء كل الأقباط بكافة مستوياتهم وكافة مؤهلاتهم وكافة ميولهم وكافة آراءهم هذا المنظر لا يسعد أحد وضع مؤلم جديد لأوضاع الأقباط في مصر وده للأسف اللي بيتم على يد الأمن ولا مدافع عنهم يطرى في الوقت اللي بنتكلم فيه دلوقتي بعد مرور يوم من حبسهم دلوقتي إيه اللي بيحصل مع الرهبان دول يطرى بيتعاملوا كرجال دين وكرهبان ودعاء لا يعلموا في حياتهم سوى الصلاة والخشوع والتعبد وزاهدين في الحياة بل ماتوا من الحياة باختيارهم يطرى الأمن بيعملهم إزاي ويعني نتساءل ما هي لزة الأمن في حبسهم وفي معاملتهم بهذه الطريقة ولنا العديد من الملاحظات على ما حدث إذا كان مطلوب من الرهبان الطاعة فهناك حدود لهذه الطاعة ما نقدرش نطلب منهم إنهم يطيعوا فيه اتجاه خاطئ وإن لم يطيعوا كرهبان تعاليم المسيحية ومحبة المسيحية والغفران والتسامح تغطي الجميع حتى فوق قوانين الرهبانة مش كده ولا إيه؟ مش كده ولا إيه؟ قوانين المسيحية تغطي قوانين الرهبانة حتى لو راهب من دول خرج وما أصبح شرائب يظل ابطي ويظل مسيحي يتم التعامل معه بقوانين وتعاليم المسيحية الأمن اللي بطش بالرهبان وأبض على البعض منهم واعتدى على البعض منهم أيضاً يعني نتساءل هل بنفس القصوة بتعامل السلفيين لما يستهدفوا قبطيات قاصرات؟ هل بتتعامل مع نفس القصوة والجدية مع المعتدين الجناء اللي بيعتدوا على الأقباط؟ يا ترى بيتم التعامل مع المعتدين على الأقباط في المحاكم وبيتم إنصافهم لما جاي يتطبق القانون على دير وعلى رهبان وعلى كنيسة في وسط الصحرة؟ هل تبقت نفس القانون لإنصاف القبطي المظلوم؟ سيدة الكارمة وإسكندر توس ورامي كامل وباتريك جورج وغيرهم من المحبوسين تحت الاحتياط أو حبس احتياطي وهناك أيضا إذا كنا بنتكلم عن انتهاك المقدسات والجميع انتفض داخل مصر مسلمين وأقباط وفي دول الشرق الأوسط كله لانتهاك إسرائيل للمقدسات الإسلامية في القدس أعتقد دلوقتي الأقباط لما يشوفوا هذا المشهد الاعتداء على الرهبان والتعامل معهم بهذا الشكل واقتحام الدير وهدم كنيسة أبس خيرون القليني اتكلموا بعد كده عن انتهاك المقدسات وشوفوا مين حيشوف ازدواجية الأمن في التعامل ما بين القسوة في التعامل مع الرهبان وما بين البكاء على الانتهاكات للمقدسات الإسلامية اللي بتحصل في القدس مثلا